انتهت قصة الانتخابات هي بدأت ولم تنتهي لا هي يعني اعتقد انتهت يمكن اجرائيا انتهت الجزء الاول وهنبدأ دلوقتي طبعا الاحداث وعملية تشكيل الحكومة يمكن ده خبرنا الاول بيقول الرئيس النمساوي يدعو الاحزاب الثلاثة الكبرى لحسب موقفها بشأن تشكيل الحكومة ومحادثات تشكيل الحكومة النمساوية تبدأ الاسبوع المقبل وسط انقسامات وعندنا كمان خبر في السياق نفسه دعوات ملحة للحكومة المقبلة لاجراء اصلاحات مالية تخفف العجز النمساوي ان كانت اول عبء على الحكومة قبل ان تبدأ يمكن لو لاحظنا مع نتائج الانتخابات وصعود الحزب الحرية للمركز الاول والحزب الشعب المركز الثاني والحزب الاشتراك للمركز الثالث دي كان يمكن شايفين ان هناك معضلة سياسية في النمسا في الوقت الحالي وان كان الرئيس النمساوية نظري تعامل مع الموضوع ده بزكاء شديد مع رؤيته ان مفيش اي من الاحزاب يريد التحالف مع حزب الحرية لا حزب الشعب ولا الحزب الاشتراكي وعشان ما يمنعش موضوع الديموقراطية والعرف السياسي الجاري في النمسا منذ سنين كبيرة ان الحزب الاول هو اللي بيكلب بتشكيل الحكومة مع حالة الرفض دي رمى الكورة في ملعب الاحزاب الاحزاب الثلاثة وقال لهم توافقوا انتوا مع بعض وتعالوا لي بعد اسبوع وعرضوا علي مين عايز يشتغل مع مين شايف الموضوع ده ممكن يعني يعني يؤتي بنتيجة مرضية للشارع السياسي النمساوي او مرضية للرئيس او هناك اختلافات يمكن ان تطول في تشكيل الحكومة النمساوية تحيات استاذ امدوح تحياتي جميع السادة المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا بالاسبوع 41 واحد واربعين واحد واربعين يعني بصراحة استاذ امدوح فعلا مثل ما تفضلت ومثل ما قال الرئيس ومثل ما قالت الصحافة النمساوية والسياسيين مرحلة حرجة تعيشها الانتخابات النمساوية او الحكومة النمساوية او هاي الجدلية اللي فعليا يعني لحد الان ما ادر ما ادرت ما ادر حدا يوصل لكرسي لكرسي المستشارية الجديد من هو المستشار الجديد من هي الحكومة الجديدة من هن الوزراء الجدد رح يكونوا بالحكومة الجديدة طبعا مثل ما تفضلت الانتخابات مع الأسف كانت بنقطة يعني خلينا نقول معلقة الجميع بحالة معلق غير مطلق كما يقال ما حدا قدر يتجاوز 30% ما حدا عنده أغلبية قولا واحدا الأحزاب لازم تأتلف مع بعض البعض حتى تشكل حكومة حكومة إضافية فبالتالي ما قدر حزب الحرية حتى الآن أنه فعليا هو باعتبار أنه حصل على أعلى نسبة بالأصوات أستاذ مدوح 29.28% 28.28% هو حصل على 29% من الأصوات أما برلمانيا هو 28.8% أقريبا يعني فبالتالي الرئيس النمساوي بعدما أجرى المشاورات مع كافة رؤساء الأحزاب بداية مع كيكل وصولا لفيرنا كوغلر رئيس حزب الخضب فتوصل لنتيجة وباعتبار الأحزاب كلها أعلنت موقفها مبدئيا أنها لن تتحالف مع هربة كيكل لن تتحالف مع حزب الحرية فبالتالي فبالتالي فعليا النمسا على مفترق طرق حكومة جديدة تحت غموض الائتلاف هذا عنوان الخبر وهي الحالة أستاذ مدوح النمسا نادرا ما كانت تعيش أنه غالبا كان يتم لا ليست المرات الأولى ليست المرات الأولى تمت هذه تقريبا صارت تقريبا بالألفين وألفين واثنين كمان اتأخر كتير تشكيل الحكومة لو وصلت تقريبا لشهرين إلى ألفين وثلاثة يعني بعدة مرات كررت باعتبار حكومة حيدر وشوصل ما اكتملت فبالتالي اليوم نحنا دخلنا تقريبا على اليوم اتناش من نهاية الانتخابات والإسنين بنكون نحنا عم نحكي بالخمسطاش يوم خمسطاش والرئيس النمساوي أعطى موعد لنهاية الأسبوع المقبل حتى أنه يكون الأحزاب التقت مع بعضهم واجتمعوا وشافوا شو وجهة نظرهم طبعا نعرف أن حزب الشعب وحزب الاشتراكي جلسوا مع بعضهم أعتقد يوم الثلاثاء الماضي ويعني كان فيه قالوا اجتماع تبادل أجواء أو نظرة للأجواء بس دي بصورة غير رسمية بصورة غير رسمية ولكن هي بصورة رسمية لأنه لحق للأحزاب أن تجلس مع بعضها البعض صراحة للنقاش لأي شيء فبابلر ونيهامر جلسوا مع بعضهم طبعا كيكل قال أنه أرسل وبدأ بتجهيز مواعيد مع كارل نيهامر وبابلر ولكن يعني كارل نيهامر خرج في الأمس بفيديو بمقطع فيديو على صفحته الخاصة والكلامي زي ما هو بالضبط وأنا ملتزم بما وعدت فيه ناخبية وبالتالي يعني هذه عنوان عريض أنني اجتمعت في جا كيكل أم لم أجتمع أنا لن أتلف معك فبالتالي أعتقد أن النمسا مقبلة على حكومة ثلاثية مؤلفة من حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب النيوز يعني هذا الترويك هذا في اعتقادك مش ممكن يكون هناك توافقات معينة لما يقعد كيكل لو تنازل كيكل عن المستشارية لأنها مش ممكن يكون لعمل التراضي لا لا كيكل أعلم واخفه مبدئيا سيد الكريم قال أنا لن تكون مستشارية من دوني يعني لن تكون مستشارية بحكمي من دوني فهو بالتالي أنا على رئيس حزبي مستمر وأعتقد أن هيربيت كيكل أصبح على قناعة تامة بأنه لن يستطيع هذه الفترة الدستورية أن يصل أو هذه المرحلة أو هذه الحكومة أو هذا النجاح أن يصل إلى المستشاري ولكن خلينا نرجع أستاذ مدوح نقطة هامية جدا طرقت أنت خضرتك لإلى موقف الرئيس النمساوي موقف الرئيس النمساوي مع أنه سابقا أعلن أنني لن أوكل أو لن أعطي تكليف الحكومة لهيربيت كيكل ولكن ما قالها في خطابه الرئيسي قال أن الجميع لا أحد استطاع أن يكون لديه الأغلبية والذي عنده خمسين زائد واحد يستطيع أن يشكل حكومة يعني حتى من دون ما يكون دور للرئيس أصلا فبالتالي أنه ناجح هذا بيكون بالثلاثة يعني كما يقال فبالتالي الرئيس بدأ بامتصاص غضب الشارع شارع هيربيت كيكل لن يصمت أستاذ مدوح مرض ما تنساش ده مليون وثلاثة ألف نعم مليون واربعمائة ألف يا سيدي مليون واربعمائة وأكثر تقريبا هذا الاستحقاق الديموقراطي شارع هيربيت كيكل شارع حزب الحرية لن يسكت ولكن بدأ الرئيس بإطالة أمد الحوار حتى يحاول أن يبرد الجو العام ويقنع هيربيت كيكل أن المشكلة ليست عندي يا هيربيت كيكل المشكلة هي عند كارني هامر وأدرياس بابلر الذين لا يقدر يدان الائتلاف معه هذه التكليف وأنت تصرف فبتضل فعدوا مع بعض وحلوها بين بعض وهو عارف أنه لن يأتلف معه وحتى بابلر أعلن أيضا بنفس اليوم الذي ألقى الرئيس بيانه لا لا ألقى الرئيس بيانه أنني رغم ذلك سأستجيب إلى دعوة الرئيس النمساوي سأستجيب لدعوته وأجلس مع الجميع ولكن لن هأتلف مع هيربيت كيكل اللي هو قال مع حزب الشعب ممكن بس برضو بابلر عنده مشكلة لأنه في داخلية نعم داخل الحزب في تصريح لرئيس ولاية أشتايا مارك أنتور لانك من رئيس الحزب في أشتايا مارك اللي بيطلبه أن هو يفضل لا يشترك في حكومات ولكن يفضل في المعارضة يعني هذا كلام أستاذ واندو هذا كلام بصراحة هذا كلام إنشائي بعيد عن المسئولية بعيد عن تحمل المسئوليات النمسا اليوم بحاجة إلى تحمل المسئوليات كما تفضل دعوات ملحة للحكومة المقبلة لإجراء إصلاحات مالية تخفف العجز النمساوي النمسا مقبلة على كارثة يعني مقبلة على إفلاس إلى حد ما بمرحل المراحل لا كان لسبعة بالمئة بصراحة هذا شيء كارثي فبالتالي هذا كلام إنشائي هذا كلام غير مجدي أنا أرى أنا أرى أنا أبشر الآن أنا أبشر كل من يسمعنا الآن النمسا مقبلة على أفضل حكومة بتاريخها خاصة في حال كان النيوز من ضمن هذه التشكيلة لأنها ستكون حكومة إصلاحية حكومة تصالحية حكومة وسطة بصراحة حزب الشعب الذي لديه خبرة كبيرة في إدارة الدولة الحزب الاشتراكي الذي لديه خبرة أكبر بالتعامل مع العمال والطبقات الاجتماعية المختلفة والتأمين الصحي حتى لو كان فيه اختلاف الأشخاص ولكن نحن نتعامل مع خبرات وأيضا حزب النيوز الذي ليس له تجارب سابقة بالحكومة أبدا ولكن عنده تطلع للإصلاح تطلع للإصلاح سياسة اندماج حقيقية ابتعاد عن الفساد وكل ما يدور إلى ذلك وأيضا للعمل على إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية نظام الاندماج نظام تعلم اللغة ألزام اللاجئين بسنة اندماج يعني بصراحة لكن هذه التجربة بتاعت فينا لأنه برضو إلى حد فيدا كير في موضوع الاندماج منشغل أو منغمس كثير أعتقد سيتم توزيع اللاجئين على كل مقاطعات النمسا بشكل أو بآخر سيكون هناك قرار على المستوى فبالتالي لابد من وجود حزب النيوز ضمن هذه التشكيلة حتى يكون ثقل ثقل تقريبا في البرلمان يعني يصل إلى مستويات جيدة يستطيع أن يكون لهم الثلسان لا أعتقد لديهم الثلسان صحيح سينزئ الواحد لا 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 بأصد الشعب الشعب والاشتراكي والنيوز لا يصلوا للثلسان يعني ما دون الثلسان ممكن يحتاجوا الخضر معهم فبالتالي الخضر معهم للتصويت داخل البرلمان في بعض القوانين القوانين بالضبط السيادية تحتاج إلى الثلسان فبالتالي أنا أرى أنا أرى أن النمسا بصراحة قفزت على اليمين قفزت على نجاح حربة كيكل قفزت على كل المخاوف التي يعيشها الكثيرين في النمسا وبالتالي وبالتالي نحن مقبلين على حكومة صالوحية حكومة جيدة جدا أعتقد حتما هي ستكون برئاسة كارني هامر يعني نحن مثلا أنا هون في عنا استطلاع نشرناب صراحة هل تشعر بالخوف بعد تفوق حزب الحرية في الانتخابات النمساوية مع توقعات بتشكيل الحكومة طبعا 81% استاذ مدوح قالوا أنهم ليس لديهم أي تخوف من هذه الحكومة وعننا استطلاع آخر أتمنى أني ألاقيه بسهولة الاستطلاع الثاني بيقول نعم الاستطلاع الثاني بيقول يا سيد الكريم ما شك الحكومة لتفضل وجودها في النمسا الشعب والاشتراك أما الحرية مع الشعب أجابة 85% أنهم يفضلون حكومة الشعب مع الاشتراكي 407 أشخاص شاركوا بهذا التصويت يعني باب التالي باب التالي يعني اليوم حتى حزب الشعب حتى حزب الشعب أصبح مقبولا ولكن ضمن ضمن آلية يعني أنت في توقعاتك يعني احنا مش ممكن نقول أن احنا دول مقابلين على حكومة يا إما حزب الاشتراكي مع حزب الحرية أو حزب الحرية هيطلع من المشهد ويرجع للمعارضة تاني نعم ويكون الحكومة بين حزب الاشتراكي حزب الشعب وحزب النيوز نعم لأنه ممكن يكون فيه توافق لو من داخل الحزب الاشتراكي كانت هناك ضغوط على بابلر ممكن بشكل أو بآخر مع التناسق مع الحرية ليهم كتير هم سيبين الحكومة من زمان مع الحرية بهذا التوقيت يعني ضرب من الخيال بصراحة بهذا التوقيت بهذا التوقيت صعب أن يلتق الاشتراكي مع الحرية الإسبوع الجاي في القراءة اللي جاية هنكون عرفنا يعني هتكون توضحت هتقل نحن مقبلين على اسبوعين إلى ثلاث أسابيع مقبلة حتى يعني تبدأ تتوضح الأمر ولكن الشكل يعني الواضح بما لا يقل عن ثماني عن ثماني بالمئة الشعب الشراكي نيوز بس طيب